بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يحق للحاكم الشرعي ونائب الإمام المهدي أن يقاطع الناس ولا يقابل منهم أحدا منذ عشر سنوات أو خلال عشر سنوات هذا السؤال بالحقيقة طرح عندما صدر بيان من مكتب السيد السستاني بعد مقابلة البابا وجاء فيه بأن السيد السستاني لم يقابل أي مسؤول سياسي أو مثقف منذ عشر سنوات فهل يحق له ذلك؟ وهل هذا موقف صحيح؟ أم يجب أن نسلم بأي موقف يتخذه المرجع مثلا؟ قبل ما نتحدث عن هذا الموضوع هل يعتبر السيد السستاني نفسه حاكماً شرعياً ونائباً عاماً عن الإمام المهدي؟ هذا السؤال مهم أيضاً إذا أردنا الجواب عن ذلك فلنرجع إلى فتاوى السيد في موقعه في الفتاوى وروحوا إلى موضوع الخمس مثلاً الفتوى رقم 1194 على واحد يتحدث السيد هناك عن استخراج المعادن من الأرض وإذا حدث تخاصم بين رجلين حول ذلك يقول فليراجع الحاكم الشرعي من هو الحاكم الشرعي؟ هو نائب الإمام نراجع نشوف المسألة الثانية نفس المسألة هذه بس رقم 2 يقول يجب الاستئذان منه عليه السلام إذا واحد يروح يستخرج معادن يستخرج النفط مثلاً أو يستخرج الذهب أو النحاس أو الحديد أو أي شيء لازم ياخذ أذن من الإمام أو نائبه طبعاً في الفقه الشيعي الكديم لا يوجد شيء اسم دولة إنما يوجد شخص إمام هو الإمام يعني الحاكم ولكن بعد غيبة الإمام مثلاً عشر فلابد أن واحد يستأدم من الإمام طبعاً ما نقدر نوصل للإمام الميدي ونستأدم من عنده هالي جوز لنا مثلاً استخراج النفط فالشركة مثلاً تجي يقول لك لا إذا هو ما يمكن نروح إلى نائبة من هو نائبه فإذا استخرجه بإذنه بإذن الإمام أو نائبه ملكه يملك هاي المعادن اللي يستخرجها وعليه الخمس لازم يدفع الخمس 20% و80% تكون إله طبعاً هذا قانون غير معقول لسه ما نتحدث عن الموضوع هذا مو موضوعنا ولكن يعني إذا واحد يستخرج النفط أو حديد أو داب يعطي بس الخمس والبقية ياخذها إلى هذا الشيء مو معقول أيضاً ولكن شاهدنا في أنه الاستئدان يجب الاستئدان منه عليه السلام أو نائبه ويذكر مسائل كثيرة في باب الخمس وفي باب أخرى أيضاً الأحواط مثلاً أن يكون التصرف بإذن الحاكم الشرعي أو الحاكم الشرعي أو وكيله وطبعاً هذه الفتاوى التقليدية القديمة هي بديهية وكل علماء تقريباً مو فقط السيد السستاني يقول ذلك وإنما فيها أيضاً حديث عن الحاكم الشرعي وهو سيد السستاني أو أي واحد آخر أو أي كل مرجع اللي مثلاً يجتهد أو يعتقد أنه أصبح مشتهداً أو يقال له أنك أصبحت مشتهداً حتى لو أعطاه إجازة وهو في الواقع قد لا يكون مشتهد حقيقي مشتهد في مستوى سطحي معين مستوى فقهي مثلاً بالروايات ما عنده اجتهد في الأصول ما عنده اجتهد في الرجال ما عنده اجتهد في التاريخ ما عنده اجتهد في العقيدة عقيدة الإمامة بالذات حجية قول العيمة مثلا ما دارت حتى القرآن دراسة كافية بس كم مسألة في القرآن يقولك أنا صرت مجتهد المهم هذا يقولك أنا صرت مجتهد بس أصير مجتهد أنا أوتوماتيكيا أصير نائب عام للإمام المهدي هذا ما هو شائع الآن بين المراجع لذاك تشوفون كل واحد يطلق على نفسه الحاكم الشرعي وإذا عندك أموال مجهولة المالك إذا عندك مشاكل ترجع للحاكم الشرعي هو كل فقيه يعتبر نفسه حاكم شرعي على الأمة الإسلامية وهاي النظرية بدأت في الحقيقة منذ ألف سنة بدأت افتراضية السيد المرتضى علم الهدى فيه قبل ألف سنة قال إذا أجبر الحاكم الظالم حتى لو كان شيئيا أجبر الحاكم الظالم فقيه على أن أكون قاضي تعال أقضي ولا أقتلك ولا أسجنك يقول إن الله وإنا اللي يراجعون هذا يروح يقضي بس يفترض نفسه هو نائب عن الإمام المهدي ده يقضيه وإلا هذا ما يجوه شرعا واحد يصير قاضي للظلم بعدين النظرية اتطورت عبر الزمن صار النائب هذا مثلا يأخذ خموص صار مثلا يقيم بعض الحدود يصل لصالة الجمعة وتماتيكيا إلى أن قبل خمسمائة سنة تقريبا كان هناك شيخ اسمه الشيخ علي عبدالعالي الكركي أعلم من لبنان من كرك قرية كرك في لبنان هذا ذهب وأصبح شيخ الإسلام أيام الدولة الصفوية أيام الملك الثاني طهماز بإسمه وهذا طلع هذه النظرية كتبها أنه أنا الحاكم الشرعي ولذلك الملك الإيراني طهماز أعطى فرمان إلى جميع القادة والولاة والحكام وكذا أن يجب عليكم أن تسمعوا كلام هذا الشيخ لأنه هذا هو نائب الإمام وهذا الشيخ أعطاه لهذا الملك أعطاه إجازة بالحكم أعطاه إجازة بالحكم شوفوا لأنه هو حاكم شرعي فأعطاه إجازة بالحكم وهذه العادة جرت في إيران مئات من السنين أنه الملك ما يصبح ملك إلا أن يأخذ شرعية أو إجازة من الفقه وحتى في الدستور الإيراني الحديث هذا الدستور الجمهورية الإسلامية مثلا رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية ينتخب من الناس وبأعلى الأصوات مثلا ولكنه لا يصبح هو يعني رئيسا إلا بعد أن يوقع عليه المرشد أو الفقه أو المرجع يوقع عليه يقول له أنا قبلت أنت سير مرجع سير رئيس الجمهورية فيصبح رئيسا لجمهورية هاي نظرية النيابة العامة باعتباره أني نائب الإمام أنت حكمك ما يجوز تحكم ما يجوز تصير ملك ما يجوز تصير رئيس الجمهورية إلا بإذن الإمام نائب الإمام أو نائبه العام اللي هو الفقه مثلا وأحيانا هو رئيس الجمهورية يصير فقه مثل السيد علي الخامني كان هو رئيس جمهورية عندما توفيه الإمام الخميني ثم أصبح هو يعني المرشد أو القائد أو الولي الفقه ورجل رفسنجاني صار رئيس جمهورية وأيضا ما يصير رئيس جمهورية إلا بعد أن يوقع عليه والآن طبعا كما تعرفون كل واحد جاي يقول لك أنا نائب الإمام لأنه أصبحت مجتهد فأنا إذن الحاكم والشرائي هنا المشكلة حقيقة والآن يجوك ناس يقول لك إحنا صدنا مجتهدين وإحنا نواب الإمام وما تعرف هو أصلا يؤمن بالإمام المهدي أو ما يؤمن دارس الموضوع متأكد أن هناك منيب حتى هو ما أخذ نيابة عنه أو لا خلص مهم هو أصبح نائب سواء أعطاه نيابة أو ما أعطاه نيابة سواء كان هناك منيب موكل أو لم يكن هناك موكل ولا منيب ولا وجود لهذا الإمام فالمهم وهذا المرجع ما تعرف عقيدة شنو علمة شنو اجتهاد شقد هو حقيقي ولا مو حقيقي عدنا مشتهدين فضائيين يعني أصلا هو مو مشتهد بلش يقولون علم مشتهد أو صار مشتهد مثل يعني مع الأسف الشديد قبل شوية كان حدثني أحد أساتذة الجامعة في بغداد يقول لي الآن اللي ياخذون دكتورات في الجامعات العراقية مستواهم مثل مستوى باكالوريوس قبل مثل عشرين سنة ثلاثين سنة يعني اسمه دكتورة مو أخذ بس علمة شقد شقد متعمق كذا مو قدنا مشتهدين نفس الشي الدكتورة يعني مشتهد قدنا مشتهدين أيضا نفس الشي يعني هو كمسألة كذا قال لك أنا صرت مشتهد على أي حال إحنا سؤالنا هل يحقوا على فرض أنه قال هو صار مشتهد حقيقي وصار مثلا نائب هل يحقوا لهذا الحاكم الشرعي اللي يعتقد نفسه على الأمة الإسلامية كلها هل يحقوا له أن يغلق بابه أمام السياسيين والمثقفين وعامة الناس ولا يقابل أحدا خلال عشر سنوات مثلا ويبقى ويبقى هو زعيم الشيعة زعيم الأمة الإسلامية هل يحقوا له ذلك أم عليه أن يتكلم وينصح الناس ينصح المسؤولين ينتقدهم إذا ما يريد يستقبلهم ويعطيهم شرعية مو بضرورة يعطيهم شرعية بس يجون ينتقدهم يتعاركوا إياهم يصيح عليهم يقولهم سووا كذا لا سووا كذا يعني أو لا حتى لا يقترح لا يتكلم لا أي شيء بعد بيته ساكن افتاهم افتاهم السياسيون مثلا سواء كانوا حكام يعني وزراء أو كانوا نواب هو مقاطعهم بالرغم أنه هو طبعا السيد السستاني هو دعا إلى أقامة هذا الدستور وانتخاب المجالس النيابية والمشاركة في العملية الديمقراطية ولكن الآن ما يريد يتدخل بسياسة ومن أول يوم قال أني ما أتدخل بسياسة بس كان يتدخل طبعا من تحت لتحت وحتى الآن يتدخل سرا ابنه أو كذا وكلاعه اسقاطها للحكومة وتطيير هذه الحكومة والمجيء بحكومة أخرى ساكت عليها الأحداث الكبرى التي تجري في البلد هو أيضا ساكت عنها باعتباره هو نائب الإمام لا يجب عليه أن يبين رأيه للناس يأمر معروف يناع المنكر يرشد الناس في أشياء تحدث أشياء خاطئة في البلد هو أصلا ما يجربونه لك أنه أنت نائب الإمام تعتقد نفسك نائب الإمام والحاكم الشرعي مفروض شوية أسلا ما نقول تعصير الجمهورية أنت والعاكن ارشد الناس وإذا لم تقابل السياسيين فلماذا لا تقابل عامة الناس والمثقفين خصوصا تحاورهم يسألك أسئلة تجاوبهم تناقشهم تعقد ندوات مؤتمرات تناقش قضايا الأمة حتى زيارة البابا احنا ما عرفنا شو نصار فيها يعني شو نجرى فيها شو نقال له ما قال له حسب البيع يعني احنا ما نعرف ماذا نفترض السياسيين لا يتقابلهم بس المثقفين عامة الناس لازم يتقابلهم يعني من نقول احنا المرجع مثلا أمر كبير فوق تسعين سنة يطلع يتجول بالمنطقة ويشوف الناس ويزورهم ويتعرف على مشاكلهم وأحوالهم وكذا أو يدرس أحوالهم يتابع مثلا أخبارهم ولكن علي على أكل أن يفتح بابه للناس عامة الناس يجون يسألوا يناقشوا يطرحون عليهم ويدخل واحد مدير المكتب أو ابنه مثلا يقول له بس سلم عليها تبو سأيدي وتطلع برا ما يصير الشكل لازم لما واحد يقول أنا نائب الإمام لازم يقوم على أكل بالهداية والإرشاد والأمر معروف أنه على المنكر الموقف السلبي التام والإنأزال التام وأغلاق الباب هذا يتناقض مع الدعاء أنه أنا الحاكم الشرعي وأنا نائب الإمام إذا كان واحد فقيح عادي يقول أنا فقط يسألوني مسائل أجواب عليها أنا مثقف مثلا مو مسؤول عن الناس ولا قاعد في المنصب عالي وأنا زعيم الشيعة أو إمام الأمة الإسلامية فمن حق أنه يغلق بابه ويروح يقعد في كهف أيضا ولكن واحد يدعي أنه هو نائب الإمام المادي ويعتزل الحياة السياسية والاجتماعية هذا فيه تناقض في الحقيقة وإذا كان مصر على الموقف هذا فلابد أن يرسل رسالة لمن أنابه يقول يا بأ أنا بطلت استقلت مثل ما أكون جماعي يدزون رسال الإمام مهدي يدبون رسالة بطين ويحطوها بالبير هذا بير جمكران في أو في النهر أو في البحر أو في كذا أو يعني أن الناس يابعني لما أعود مرجعا ولا حاكم شرعيا ولا نائب الإمام أنا إنسان عادي رجعت محد ما يحاسبه ولكن يجي يقول عنه زعيم الشيعة ويستقبل البابا ويستقبل بعد يومين ثلاثة مثلا الشيخ الأزهر وما يقوم بأي حركة سياسية بأي موقف أكذا وتجي أمريكا تخاطب أنت مثلا زعيم الشيعة صرت كما قال السفير الأمريكي في قناة الحرة أنه هذا البابا يعني بها رسالة زيارته للسيد السيداني أنه أنت الزعيم مو إيراني مو الخامنين مو فلان مرجع وقال بصراحة هذه الزيارة رسالة إلى إيران بأن ليست قائدة الشيعة وما نقبل هي تقود الشيعة نريد واحد مثل السيد 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 ساكت ما يتحدث يعني ما عرف كيف حقيقة لابد المرجع أو أي إنسان حتى إنسان عادي لابد أن يهتم بمشاكل الآخرين ويحلها ويدافع عن المظلومين عن المحرومين يقوم يعني من أعمال الإمام المهدي في التقافة الشيعية والإسلامية عموما أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا الآن هناك ظلم سرقات نهب استعمار استغلال استيطان جرائم كثيرة تحدث فمن يدعي أنه نائب الإمام نائب الإمام المهدي عليه أن يوارس هذا الدور على أقل دور الإمام المهدي مو فقط ياخذ خمس ويسوء مؤسسات وكذا ويصرف يصرف الخمس ويقول أنا نائب الإمام فقط في هالمسألة ما يصير لو نهائيا أنت ما تقوم بأي عمل لو أن تقول لا أنا نائب الإمام وتقوم بواجباتك ما يستغلق بابك وإلا يكون تناقض هذا سؤال وجيه بعض الناس ما يجرؤون يطرحون هذا السؤال أو يفكرون خلص هو المرجع يفتهم أنت أعلم من المرجع حتى تقترح عليها أو تنتقد لا مو بالضرورة قد يشتبه هو مو معصوم فلابد من توجيه النصائح توجيه المشورة توجيه النقد حتى أمره بمعروف نهي عن المنكر ويكون فيه تفاعل بين الأم وبين هو إنسان عادي لا معي من الله تعالى ولا نازل من السماء لا معصوم ولا كذا فهو إنسان فقيق قد يصور أنه يحق له ذلك أن يعتزل أو نحن نطالبه بأن يقوم بدور الإرشاد والتوجيه ومكافحة الظلم والفساد والطغيان والاستبداد أو يستقيل تماما حتى نعرف الناس يعرفون أنه ما هو تكليفه من شرعي في هذه الحالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته